تاني ترند معنا النهاردة هو ترند حزين جدا وهو يتعلق برحيل الفنان القادير أحمد حلاوة عن عمر يناهز 73 سنة متأثر بمضعفات فيروس كورونا وفاة الفنان أحمد حلاوة صدمت كثير من الجمهور ونجوم الفن ونعاية عدد كبير جدا من الفنانين في مقدمتهم طبعا الفنان عيد الإمام واللي قال ودعا الفنان القادير وهنلاقي كمان ان عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة نعو الفنان الراحل وعلى رأسهم كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبدالدايم وأسرة ترانس طبعا بتعزي أسرة الفنان أحمد حلاوة